يتجول المهى وهو نوع من الضباء المهيبة في المناطق القاحلة في إفريقيا والشرق الأوسط ويجسد المرونة والقدرة على التكييف بفضل قرونه الطويلة المميزة والمستقيمة ومعطفه الأنيق الأصمر يتنقل المهى في البيئات القاسية برشاقة في حرارة الصحراء الحارقة يظهر المهى قدرته رائعة على البقاء يعمل نظام التبريد الفعال على تقليل فقدان الماء مما يمكنه من تحمل فترات طويلة دون رشفان لقد أطقن المهى فن العثور على الغذاء في الأراضي التي تبدو قاحلة حيث يستخرج رطوبة من النباتات التي يستهلكها تمتلك هذه المخلوقات المنعزلة والتي غالبا ما ترى في مجموعات صغيرة بنية اجتماعية فريدة تساعدها على البقاء المهى يقذ وعيناه الحدتان تمسحان الأفق بحثا عن التهديدات المحتملة عندما يلوح الخطر في الأفق تتحرك المجموعة بسرعة في انسجام تام وهي رقصة متزامنة للبقاء تربك الحيوانات المفترسة إن قرون المهى وليس مجرد زينة هي بمثابة أسلحة وأدوات هائلة وقد شحذتها الطبيعة ويمكنها ضرء الحيوانات المفترسة واستخدامها للحفر بحثا عن الماء في مجاري الأنهار الجفاث إن طولها وقوتها الهائلة تجعل من المهى قوة لا يستهان بها في موطنها الذي لا يرحم أصبحت جهود الحفاظ على البيئة حاسمة في الحفاظ على أعداد المهى حيث تواجه تهديدات من فقدان الموائل والصيد الجائري ويشكل الزحف البشري وتغير المناخ تحديا إضافيا لوجودها ولحسن الحظ أدت الجهود المتضافرة إلى برامج إعادة توطين ناجحة مما جنب الأمل لاستمرار وجود المهى في البرية في الأساطير والثقافة يرمز المهى إلى النقاء والجمال الجامح لقد ألهمت حركاتها رشيقة وسلوكها الرواق القصص والفنون لعدة قرون في بعض الثقافات يقدس المهى باعتباره مخلوقا يتمتع بالقوة والمرونة ويجسد روح البقاء على قيد الحياة رغم كل الصعاب يقف المهى بقدرته على التكيف ومثابرته كرمز للتوازن الدقيق بين الإنسانية والعالم الطبيعي وبينما نسعى جاهدين للتعايش مع الكوكب وسكانه فإن قصة المهى هي بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ ليس على النوع فحسب بل أيضا على شبكة الحياة المترابطة التي تدعمنا جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر